مائة وأربع سنوات مرت على افتتاح شارع الرشيد وسط بغداد ففي مثل هذا الوقت من العام 1916 قام خليل باشا آخر وال عثمانين في بغداد بتعبيد الطريق العام الممتد من الباب الشرقي إلى باب المعظم حمل اسم خليل باشا جادسه الاسم الذي ظل ملازما له حتى خمسينيات القرن المنصرم من خلال اللوحة الدلالية التي كانت معلقة على جامع السلطان علي ثم أطلق عليه العراقيون اسم الجادة العمومية ثم الشارع العام حتى تحول في زمن الملك فيصل الأول إلى شارع الرشيد على اسم الخليفة العباسي هارون الرشيد شارع الرشيد شهد طوال سنوات عمره الطويلة العديد من الأحداث السياسية المهمة في تاريخ العراق الحديث مثل انتفاضة عام 48 ضد معاهدة بورت سموث وتشيع جثمان الشيخ ضاري المحمود قاتل الحاكم البريطاني لتشمن أثناء ثورة العشرين وغيرها من الأحداث كما شهد هذا الشارع استشهاد وإصابة العديد من متظاهري ثورة تشرين على يد القوات الحكومية وميليشياتها طال الإهمال ربما المتعمد شارع الرشيد بعد عام 2003 الذي كان نبض بغداد التجاري والاجتماعي قبل أن يتحول أو يحول بفعل فاعل إلى مكب للنفايات وتجمع المياه الآسنة وتعرضت أرصفته للتكسر ليعكس واقع العراق المزري في كل شيء ترجمة نانسي قنقر